وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سائل كريم فاضل يسأل ويقول يوجد هناك منتجات من الزهب والمشغولات الزهبية تكون على هيئة صلبان وهي عبارة عن مركات عالمية ونحن نشتريها بغرض أنها للزهب والزينة وليس من باب تعظيم الصليب إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء فما الحكم فيها؟ ما يجب تحريره أولا أيها الكرام الفضلاء في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عائشة الحميراء رضي الله عنه وأرضاه بدي الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا ناقضه رواه البخاري ما معنى هذا الكلام؟ يعني إلا أجاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك شيخ نسلام بن تيمي رحمه الله سئل عن خياط يخيط للنصارى سيرا من حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته؟ فأجاب رحمه الله إجابة جميلة جليلة في هذا فقال رحمه الله رحمة الأبرار ثم بعد ذلك قالوا هل تكون أجرته حللا أم لا؟ فقال إذا أعان الرجل الرجل على معصية الله كان آثما ليل الأصل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ثم قال رحمه الله والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها ولا يجوز حتى أن يعمل فيها لورود الحديث عن نبي عليه الصلاة والسلام حرى بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأيضا لعنى المصورين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السهل لعنى الله المصورين ثم قال رحمه الله وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق به وليتب من ذلك العمل المحرم وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به لأنه عوض خبيث وهذا ما نص عليه اليا محمد في مثل حامل الخمر ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم طيب سؤلت اللجنة الدائمة ما رأيكم في الصليب وكيف إذا كان معمونا على السجاد الذي يصلى عليه ومعمون على فرش بعض المساجد التي عليها السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان فكيف الصلاة على هذه الصلبان فأجاب توفقها الله صنع الصليب حرام سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أم غير ذلك سواء على جدار أو على فرش أو غير ذلك للمشغلة الذهبية وغيرها ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم سواء كانت مدارس معاهد إلى غير ذلك ولا يجوز الإبقاء عليه بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب معالمه من كسر أو محو أو طمس وغير ذلك ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثالث صفحة 37 و400 سئل الشيخ بن عثمين رحمه الله رحمة واسعة كما جاء ذلك في لقاء الباب الشهري رقم 48 السؤال السابع عشر سئل هذا السؤال قال يا شيخ ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا فما توجيهكم وفقكم الله فأجاب توجيه ما أشرت إليه قبل قليل لقاء الباب الشهري طبعا الشهري يده محاضر بعد الاستغبال أسئلة من أنه يجب أن يطمس الصليب أو يكسر إذا لم يكن يطمس واعلم أن الطفل الصغير إذا ألف النظر إلى الصليب وتردد عليه فإنه سوف يستهين به وإذا كثر المساس قل الإحساس فلواجب علينا أن نجنب أبنائنا كل ما فيه صلبان لأنه لما تشتري المشغلات الذهبية هذه الأمر سيكون عادي يألف الإنسان كثرة المساس تذب الإحساس فيبقى الأمر عادي يقول لك هذه عبارة عن تريد مارك ماركة عالمية وما في شيء فيصبح الأمر عادي ولا ينكر وجود الصلبان ولا وجود مثل هذه الأشياء فقال رحمه الله فالواجب علينا أن نجنب أبنائنا كل ما فيه صلبان سواء مما يشاهد في الكمبيوتر أو على السيارة الصغيرة التي يلعبها الصبيان فبعض تجد عليها الصليب على جانبه أو خلفها أو على جانبه أو خلفها كل هذا يجب علينا أن ننزه أبنائنا منه إذن أيها الكرام وركون الحاصل والخلاصة لا يجوز اقتناء شيء فيه صلبان سواء كمشغلة ذهبية أو أثاث في البيوت أو فرش أو بسط إلا أن يزال أو يطمس ألا غير ذلك أيها الكرام الفضلاء ولا بأس من الشراء من المنتجات التي لا صليب فيها تشتري شيء ما يكون فيه الصليب أو تعمل على إزالة هذا الصليب أسعدك الله بطاعته من هذا المنتج ثم تنتفع به طيب إذا ما في غير كده نترك هذا الأمر تماما أيها الكرام الفضلاء نتركه تماما ومن ترك شيء لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا خيرا منه أسأل الله لأولكم التوفيق والسداد والرشاد وصال لهم على أبينا الحزار والصعب والسلام أخذ جعب علينا الحمد لله رب العالمين